كده قلنا ويكان كروز بيشيل الناس طبعا دي من مواصفاته زير ملك اس ديليشيز ان الحليب بتاعه لزيز جدا ويكان يوز زير فر بنستخدم الفرو بتاعه تو ميك كلوز عشان الملابس كاملز ار بيرفريكت فور ديزرت ان الجمال بتكون رائعة جدا او حاجة مثالية بالنسبة ان عشتها في الصحراء انها متأقلمة معاها زي كان ليف هم بيقدروا يعيشوا ويداود والر من غير مية فورا لونج تايم لمدة طويلة زي ما انتم شفتوا الجمال كلها عبارة عن فاعل وفاعل 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 ووصفتي فيه اللي انا بقوله بعد كده بيتكلم عن الهورسز يعني الحصنة اول حاجة قال لي ان استخدمنا كلمات زي كلمة واسع large عيون ice cow strong asnay and teeth يأكل eat عشب grass يشرب drink برضو كالعادة هتلاقونا بصوا بنوصف الحصان كتبنا العنوان بتاعه هورسز الحصنة قلنا horses have large beautiful eyes لها عيون كبيرة وجميلة they have strong teeth وعندهم اسنان قوية they like to eat grass بيحبوا يأكلوا الحشائش they like to drink fresh water بيحبوا يشربوا المية الصبحة او الطازة تمام اوكي يلا بينا اخدنا اربع موادية ندخل على الموضوع الخامس كانت tomato plant نبات او زهرة او نبات الطماطم اللي كان بيتكلم فيه الاب وابنه وهم وقفين في البلقونة قالوا بزور اول حاجة بزور يعني seeds بالداخل inside ين مجرو ين مجرو مية water جزور roots اخصان او براعم shot ازهار flowers قرينا الكلمات يلا بينا على الاتم او الموضوع بتاعنا التوبيك بيكلم عن tomato plant نبات الطماطم كالعادة لازم نعمل جملة زي مقدمة قلنا tomatoes have seeds inside فيها بزور في الداخل we plant we plant معزرة we plant احنا بنزرع البزرة دي and the plant grows بيقولنا ان احنا بنزرع البزرة وهي بتنمو we water the plant احنا بنزق النبات ده everyday كل يوم the roots grow under the soil المعلومة دي قلناها كتير وبتيجي في السؤال بتاع التشوز وريق الرينج ان الجزور هي اللي بتنمو تحت التربة الزراعية the shoots grows above the soil الشوت بتنمو اعلى التربة الزراعية يبقى ال roots بتبقى تحت التربة والشوت بتبقى اعلى the plant grows flowers and the flowers become tomatoes بمعنى ان النباتات بتزرع بتبقى ظهور وبعد كده الظهور بتبقى الطماطم يلا بينا جملة سهلة برضو وصفنا بيها المراحل النمو بتاعة التماطم هنتكلم في ايتم تاني او توبك تاني وهو sun flower نبات او اي عباد الشمس اول حاجة خبنا كلمة seed بمعنى بزرع ينمو جير مو جيرمي نيت اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا او اي عباد الشمس اول حاجة بتزرع النبات بتاع بايد الشمس ده في التربة الزراعية اية تاني خاطوة؟ انت بتحطه بتعرضه لضوء الشمس وبتسقيه بعد كده قال لي زي بالزط الزهرة بتاعة الطماطم ان هي الاول للروتس الجزور بتنمو تحت الطربة الزراعية يعني نفس الجملة ممكن تكتبوها عن الطماطم وعن السامفلاور بعد كده نفس الكلام بالزط عشان كده ممكن البراجرافين دول تحفظوهم في واحد وخلاص ان الشوت اللي هي بتنمو اعلى الطربة الزراعية وبعد كده بتنمو ورق شجر بيتفتح بقى الزهرة دي وبتواجه الشمس بعد كده بتسقط وبتموت تمام؟ يعني بزرع يلا بيناك كده اخدنا ست مواضيع يلا الموضوع السابع وهو الفينيك فوكس الفينيك فوكس هناخد عليه كلمات كلمة صحراء يعني ديزرت يأكل ايت ازونين يسمع حشرات حرارة هيت فر الفينيك فوكس بيقولي بيعيش في الصحراء طبعا بقول عايش فيهم بيقول ايه عنده ايه ودانه ازاي هتلاقي نفسك كتبت فوق التمن جمل من غير ما تحس بيأكل الحشرات وكمان السحالة والفقرام خدت بالكم طول ما انا ماشي عمالة اعمل في ترجمة لان الترجمة دي اللي بتخليني مغلطش ابدا وانا بكتب الجملة بيفقد السخنية او الحرارة اللي بتبقى في ودنه دي خلال اليوم the folks sick fur keeps it warm وطبعا الفرو بتاعه السميك ده بيساعده ان هو يحافظ على الدفء لان طبعا انتو عارفين عايش في الصحراء بالنهار بيبقى بيحوش حرارة في ودنه علشان هي والفرو بتاعه يفيدوه بالليل في البرودة يلا بينا التوبك بعد كده بيتكلم عن أو النصر معانا عايزين يقول ان هو جميل travel بيسافر من مكان لمكان فصل الشتاء winter مناطق يعني areas اوكي اجنحة يعني wings انسة female zucker male طيب اوكي step eagle تعالوا نتكلم عن ال eagle اللي هو النصر is beautiful وظفته ان هو جميل زي ما وصفت الجما زي ما وصفت الحصام تقدروا تستخدموا صفة زي كده في كل البراجرافز بتاعتنا it travels from Egypt to Africa in winter بصوا طول ما انا مشي على الترجمة صح وباخد بالي من الجرامر بصوا ات الفعل بتاعها عاوز s هو بيسافر من اوروبا لمسوري من يوروب من اوروبا الى افريقيا في فصل الشتاء it lives in a very a very big open areas دايما بيعيش في اماكن مفتوحة وكبيرة it eats birds small mammals and rabbits بيأكل ايه وخدوا بالكوا بصوا البنكة وشان السليم في التعدد لما بيكون في اكتر من حاجة بحط كما كما وقبل اخر حاجة بحط كلمة and يعني بيأكل التيور وبيأكل بعض السديات وبيأكل كمان rabbits يعني الارانب its wings are very strong الجناحات بتاعته قوية جدا the female is bigger than heavier than the male بيقول لنا ان الفيميل انسى النسر مالها اقوى واكبر واسقل من الميل يعني الزكر تمام حد دلوقتي تمانية تمان مواضيع انا مش هسيب لكم اي موضوع في الوحدات دي بس نشير الفيديو وهتلاقوه سهل جدا كده تمانية يلا ناخد رقم تسعة بيكلم عن respiratory system الجهاز التنفسي breathe يتنفس nose يعني انف diagra الحجاب الحاجز lungs الرئتين oxygen oxygen blood يعني الدم respiratory system we use our respiratory system when we breathe زي ما قلنا نفس الجملة حطناها مقدمة في الجهاز الهضمي عملنا مقدمة للجهاز التنفسي احنا بنستخدمه لما بنتنفس we breathe in air through our noses احنا بنتنفس عن طريق انفنا the diagra pull air ده اصل طريقة اللي كتبت البراجراف وهتاخد فيه full mark حلوة جدا بدل الكلام الكتير the diagra the diagraps pull air into our lungs in lungs the oxygen goes into the blood بعد كده الدم او الاكسجين بيتنقل للدم بتاعنا بعد كده الموضوع اللي بعد كده بيتكلم عن الفلاب جاكس اللي هي الحلويات اللي البنوتة عملتها لصحبتها خدنا الفعل melt يعني يزوب حرارة heat الشوفان outs بيقلب stir بيغبز bake بارد cold بيقطع slice الفلاب جاك بتتكلم معنا to make flap jack بيقولنا باشا انت اعملوها بيقولنا بس دي الخطوات فلازم تبعارفينها melt butter سيح او يعني يعني ينصاهر يعني سيحها كده بالعرب بتاعنا melt butter يعني بيسيح الزبدة sugar and honey وكمان معهم العسل in a large pan في طاصة كبيرة over low heat على درجة حرارة low يعني منخفضة بعد كده بيقولي حطي فولستوب خلاص عمل جملة تانية add outs ديف الشوفان and salt والملح and stir well وقلبهم كويس جدا والله كله ترجمة عربي بعد كده حطي فولستوب عمل جملة جديدة وقال لنا bake for 20 minutes بعد كده خلهم يتخبزوا لمدة 20 دقيقة wind flap jacks are cold أول ما تبقى بردة slice يعني قطع into small shapes قطع على الأشكال صغيرة جدا وبالهنة والشفة يلا بينا يلا بينا ناخد آخر two paragraphs معنا ونشوف بيتكلموا عن إيه استنونا في تكملة الفيديو ترجمة نانسي قنقر